محمد رمضان في خبره ما كانش خايض شنية حكاية الحبس شنية حكاية محمد رمضان اللي جاهل جاهل كريمون الحكم اللي أصدرته محكمة الاستقنف الشيخ زيد في جنوب الجيزة بحبسه سنة غيابيا بتهم الترويج أخبار كذبة على أحد البنوك وهذا اللي صار بالتحديد هو دجا كان هبطت أخبار قبل محمد رمضان هبط هو دجا في حسابه الخاص في في الانستجرام بديه هو يموه في الحكاية يملو الحكاية أخرى يحكي في مقطع فيديو استعرض فيه المكتب بمدينة رياض في المملكة العربية السعودية وعلق عليه وقال أنا وانا بدرس فكرة مسلسلي القادم في مكتبي في الرياض ياخي جيني ولدي ولدو جاي معاه للمكتب ياخي قال له محمد رمضان قوم صور فيديو وكين عجبني الفيديو بشنا عملك مرتب شهري؟ قال أنا بصراحة ما عجبنيش الفيديو وكمام عمت له مرتب هو ده الفيديو اللي صوره علي باشا وورا الفيديو ياخي الناس كلها بتتعليفة لكمونتير قاله شنية حكاية الحبس وشنية حكاية الفلوس اللي مجمدة وسباب الحبس متاع محمد رمضان هو نشره زيدا فيديو على حساباته الخاصة فيما وقع التواصل الاجتماعي قال فيه انه الدولة تحفظت على امواله اللي حطتها هو في احد البنوك في مصر وقال صحيت النهاردة على تليفون من البنك يقول لي استاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك قلت له ما فيش مشكلة انا وفلوسي وبيوتي ولحمك تافي ملك بلدي واهل بلدي الناس الشعبيين اللي زي حالتي والفلاحين والصعيدة قد ما يحطوا فلوس في البنك يشيلوا فلوس في بيوتهم مستورة وقال انا ومالي هذي التيتر متاع الفيديو انا ومالي ملك بلدي واهل بلدي اللهم لا اعتراض ويا اخي بينسيوا البنكة مش تشكيت به على خطر مش الدولة معناه قالوا اللي يحبوا يوضحوا الناس كل البنكة مش لطاح لدازو قامت نحط ومعناه فلوسه ومش الدولة هي اللي معناها تحفظت له على فلوسه وفي جرة المشكلة اللي كنت تذكروها قضية الطيار السابق اللي صارت بينه بين محمد رمضان قضية ذيك الشهيرة الطو تبع فيه دونك جي حكم قضائي بانه يجمدولو حسابيتو ونطن دون شنية اللي بش يصير اللي بش تصير دونك هو قلب الحكاية ومعناها حاب يوري اللي معناها بلغة أخرى معناها انا في داي بلدي وانا كلي البلادي وانا نعطي البلادي وبلادي وخيري ومعناها ردها هكا دراما سيب فيها الدراما الحكاية لدرجة انو شكيوا به وفعليا ومعناها حتى البنكة قالوا رانا ما تصنيش به معناها ووصلته الورقة ما عند المحكمة دونك أوتوماتيك مو تحكم عليه بعام سجن غيابي ومش ترصي الحكاية راية ما تجا نعرف اسمع وفلت اسمع وفلت اسمع وفلت سينون نحن نمشول الموزيك انا رجع لكم شوي خنشوفوا شنو محضرتنا الشيف سيرين في التمخميخ لليوم ترجمة نانسي قنقر